طبعاً يعني الحدث الأهم بكرة إن شاء الله بإذن الله المنتخب المصر الأولومبي هيلعب أمام منتخب المغرب منتخب المغرب منتخب قوي بكرة عايزين رجالة خلاص مباراة فرنسا عدت وكنا في وسط جماهيرهم وعندنا أخطاء دفاعية وهنتكلم عليها مش حابب أننا أتكلم على الماتش اللي فات كتير لأن احنا فعلاً منتخب ضيع فوز أنت لحد ديئة حاجة وسبعين خمسة وسبعين تقريباً أو ستة وسبعين أنت منتخب على منتخب الفرنسي في وسط جماهيره وفي وسط ملعبه كنت تقدر تكسب كنت تقدر تكسب على فكرة الموضوع ما كانت مش صعب لأنك أنت المرحلة الأصعب أن أنت أحرست الهدف كان هو ده محمود صابر هدف جميل دك سيقة بقى توقف تبتدي بقى تقاتل تموت نفسك ما ينفعش أن أنت تبقى الخطوط مفتوحة لأنك أنت بتلعب أصد منتخب على أعلى مستوى سرعات إمكانيات في وسط جماهيره الحافز عنده أعلى مش عايز يخرج خسران مع مدير فني تيري هنري من المديرين فنين المميزين وليه مستقبل كبير جداً في التدريب في المرحلة اللي جاية شوفتوا حتى الحماس مبينه ومبين اللعيبة والحماس مبينه ومبينه حتى هو قف على الخط وحتى تفاعله مع الجماهير طبيعي هيحمسهم وطبيعي اللعيبة هتغل عليك عندنا أخطاء عندنا مشاكل دفاعية من أول حسام عبد المجيد عمر فايد محمد طارق طبعاً يعني أنا مش عايز أقس علوم لأنه عندهم ماتش بكرة بس لا عندنا كوارث عشان بس ما حدش يا جماعة والنبي إيه يقعد يتكلم لأ إحنا عندنا كوارث وبانت في الهدف الأولاني والتاني والتالت ما هو محدش يقول لي لأننا الموضوع ده يقول لك يا سلمة لسه صغيرين لا يا جماعة لو سمحت بعد يزنوكو يعني أنا معلش أنا أنا راجل آه في الحتة الإعلامية وفي الجزء الإعلامي بس أنا والله العظيم الحمد لله لي الشرف أن أنا لعيب كورة الإمكانيات الحمد لله اللي الناس كلها بتتكلم على الناس تتفق تختلف معايا أنا الراجل بتتكلم كورة السن الصغير اللي حداك بتتكلم عليه أو الناس اللي بتوعها بتتكلم أصلي ما تقساش عليهم يا جماعة السن الصغير ده الناشئين عشان بس الناس تبقى عارفة لو سمحت عايزين الحياة بتتطور لإما الناس عارفة بس بتحاول إيه تستعبط يعني زي ما بيتقال كده بالبلد يعني السن الصغير ده من أول خمستاشر سنة أو 14 سنة لحد 17 سنة بعد 17 سنة مفيش سن صغير خلاص انت بيت فريق أول يعني من أول 18 سنة كده انت حداك بتتساعد فريق أول تدريجيا لحد ما توصل لواحد وعشرين سنة ده اللي هو السن بتاعك اللي هو اللي بيتقال عليه انت راك في الطب يعني سنك صغير عندك السرعات عندك المهارة عندك الحافز عندك القوة عندك إثبات الزات عندك مقومات تعاني شوف منتخب سوري كل المنتخب الأسبين الأول كلهم عناصر الصغيرة برشلونة كلهم عناصر صغيرة ريال مدريد عنده أعمار من 17 سنة و 16 سنة بيلعبه في ريال مدريد و برشلونة موناكل فرنسي معظمهم عناصر 16 سنة و 15 سنة بيلعب إحنا هنا في مصر ودي مشكلتنا ان الناشق بيتقال عليه هو عن 23 سنة جماعة 23 سنة ده مش ناشق والله اللعيب الكورة لو ما تساعتش فريق أول و عن 18 سنة ولا 17 سنة يبقى كده خلاص هتروح عليه زي ما بيتقال أما 23 سنة منتخب إيلومبي ده فاي أول منتخب أول دلوقتي معظم مفهود الناس دي اللي موجودة تلعب دلوقتي بتشارك أساسي في المنتخب الأول مع كابتن حسام و كابتن إبراهيم هم الصغيرين فلما بنيجي نتكلم لأنهما اللعيبة دي خلاص في وقت النضج في وقت العقلية في وقت إزاي إن أنا أقف صح في وقت إزاي إن أنا أتحرك الصح في وقت إزاي إن أنا أثبت وجودي إنت ما شاء الله بكرة مبارة مهمة بكرة عايزة أحداشر راجل عايزة ناس بكرة تموت نفسها منتخب المغربي منتخب تقيل ومنتخب محترم بصراح ولعب على أعلى الإمكانيات بس هل إحنا خلاص بقى ده أعلى أعلى مستوى إحنا وصلنا له ليه ما ناخدش البرونزيو ونبقى التالت منتخب المغربي مع فرق الإمكانيات ومع فرق المستوى إيه الفرق ما بقى مش هم أحداشر لعبة وانت أحداشر لعبة نزلوا رجالة مستر ميكالي يلازم يركز يشتغل أكتر كلنا أشادنا به وكنا نفسنا تطلعنا كلنا كجماهير وكلنا كلعبة كرة سابقة أو كنقاط أو كإعلاميين انتو وصلتونا الأعلى مرحلة بعد ما كنت في الأول كنا بنانتقدكم عشان المستوى كان سيء دلوقتي تكسب المغرب هم أفضل منك في إيه هم أحداشر لعبة هم أحداشر لعبة نتمنى بكرة يبقى أحداشر راجل وإن شاء الله بإذن للتوفيق ونفرحه الشعب المصري لأن الجيل ده هو اللي جاي دي الفرصة الحقيقية اللي تخليك المرحلة اللي جاي زي ما اتكلمنا دلوقتي مش أنا اتكلمت إن النيني مايبقاش موجود في المنتخب الأول في الفترة اللي فاتت بعد المستوى اللي ظهر به أنا واحد بالناس وغيري بيطالب إن كمان إنني يرجع تاني منتخب اللي أعتقد إن كابتن حسام باصس عليه لأنه فعلا اشتغل كويس بصراعة هايل بيموت نفسه ومقاتل وعنده روح وعنده العزيمة وأنا بحترم نوعية اللعيبة دي فبالتوفيق إن شاء الله المنتخب مصر بكرة وإن شاء الله بتوفيق للجهاز الفني بإذن الله تفرحونا زي ما فرحتونا ماتش برجوياي وماتش أسبانيا وحتى ماتش المنتخب الفرنسي كنت تقدر تكسب خلاص قدر الله ما شاء فعل بكرة 11 راجل أنت بتمثل اسمه منتخب مصر انزل موت نفسك انزل خلي التيشرت دا يتقطع ما تخلقش خسران غير حتى لو خسرت خسرت بالعافية تكسب بكرة إن شاء الله رجالة بكرة زيزو والنني وكل اللعيبة وشحاتة ومحمود صابر وبرم عادل وحمز علاء كل اللعيبة بكرة حسام عبد المجيد نتمنى أن يعمل ماتش حيل عمر فايد خلاص الطارق مش هيبقى موجود حتى اللعيب اللي هيلعب محمد طارق لو هتلعب اثبت مش هحلق عشاء اتكلمنا أن انت مستوىك وحش وكل الناس اتكلمت ورينا بكرة بين وبينكم الملعب تحدي ليك اثبت لنا أن انت كويس كل اللعيبة اللي موجودة اثبتونا أن انتوا كويسين وجادرين إن شاء الله بإذن الله ده بسي المنتخب مصر وهتلاقي الناس كلها بتدعمكم المنتخب مصر الأول وبتوفيه إن شاء الله للرجالة بكرة إن شاء الله